نهاردة هبدأ كلامي معاكم أو هبدأ حلقتي معاكم نهاردة بخبر مهم جدا هو إن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة معالي المستشار السيد العربي وعضوية معالي المستشارين محمد جابر وفتحي محمد ورقفة محمد وي محمد عبد الحميد وأحمد ضاحي ونوح محمد وأحمد جلال زكي ومصطفى محمد وي محمود صبحي ومحمد مختار رفضت الطعون أرقام 70451 70452 70456 70458 المقامة من عبدالله جورج وهاني شكري ومصطفى عبد الخالق وجميعهم رصبوا في الانتخابات السابقة وقبل السابقة والتي أقامها محمد 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 حباس وهاني العتال بأسمائهم وطالبوا فيها الحكم بصفة مستعجلة بعزل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فورا لصدور حكم بي الحبس ضده لصالح محمود الخطيم رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي وادعوا في طعونهم أن استمرار وجوده رئيسا لنادي الزمالك يمثل خطرا على النادي وسيؤدي إلى انهيار النادي رياضيا وإنشائيا واجتماعيا وماليا حاني دي واحدة من أهم الأخبار وخبر مفرح جدا جدا لكل جماهير نادي الزمالك وإن شاء الله يفضل دايما نادي زمالك منصور على كل اللي بيحاول أنه هو يهدم نادي الزمالك